كم من المدنيين يجب أن يموتوا في غارات غير قانونية على اليمن؟ يعود هذا التساؤل الذي طرحه جوستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمته من راتسوتش إلى نهاية العام 2015 وقتها كانت المنظمة تصدر تقريرها الأول عن غارات خاطئة يرتكبها طيران التحالف العربي في مناطق مختلفة من البلاد ومنذ انطلاق عصفة الحزم مرورا بإعادة الأمل وقعت الكثير من الضربات الدامية مخلفة ضحايا ممن لا علاقة لهم بسلاح الميليشيا أو أجندتها بل إنهم أصبحوا فيما بعد مادة حية استخدمتها ميليشيا الحوثي للتمرير وتبرير جرائمها المستمرة ضد مدنيين آخرين توزعت الضربات الخاطئة بين مختلف المناطق لكن أبرزها ما شهدته صنعاء حيث قتل العشرات من المدنيين في غارة على صالة عزاء اعترف التحالف بها وعلى مقربة زمانية من تلك الحادثة تكررت المأساة في حي الهنود في الحديدة وتحولت أجزاء كبيرة من ذلك الحي إلى كومة من الأنقاذ التي ادفنت ما يزيد عن عشرين مدنيا فيما أكثر من مئة أصيبوا بجروح بالغة ووصل عدد المنازل المدمرة إلى عشرة منازل بصورة كلية وتضرر خمسة عشر منزلا بشكل جزئي علقت تلك الأحداث المأساوية وغيرها من ضربات الطيران الخاطئة في أذهان المدنيين فيما ظلت الكثير من المنظمات الأممية متمسكة برأيها حول عدم وجود تحقيقات محايدة توضح الأسباب التي توقع الضربات الخاطئة وتكرر حدثها